يعني دائما نشهد هذه الشفافية المعهودة منك وفي كثير من اللقاءات في التحضير لهذا اللقاء مع فخامتكم كنت تتحدث عن ضرورة أن يفهم المجتمع بكافة شرائحه السياق يفهم أصل المشكلة ذكرت تجارب مثل سنغافورة ذكرت كوريا الجنوبية وقلت أن الناس أو المجتمعات ترى الحل النهائي ولا ترى السياق ما الذي قصدته فخامت الرئيس هذا كلام جميل قوي يعني عايزة وليه من كم يوم كده كنت موجود مع الولاد بتوع الأجبال بتوع الكورة فولد منهم بيقول لي أنا حبق زي محمد صلاح فقلت له تقدر تعمل مصار محمد صلاح تبقى زيه إذن لو أنت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية اللي عملته سنغافورة اللي عملته أي دولة أخرى تقدر بس السياق اللي تعمل هو العمل والعمل والصبر والتضحين أول تاني العمل 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 الصبر والتضحين كده أنت مش هتحل الموضوع في مدة زمنية سنة واثنين وثلاثة لتحديات كبيرة اللي أنا أتكلم عليها أنا عايز أقول لك أنا عايز أعمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية عايز أعمل ربط كهربائي مع دولة اليونان عايز أعمل ربط كهربائي مع إيطاليا عايز أعمل ربط كهربائي مع السودان وليبيا طيب أنا مؤهل لكن خامت الرئيس هل ممكن يكون مثل هذا الربط مع أيضا الأردن كان هناك حديث قريب محتمل لا هو السؤال مش كده والإجابة بتاعته حاجة تانية أنا جاهز لدولة لا قبل كده ما كنتش إيه ما كنتش جاهز دلوقتي أنا جاهز كل التوفيق لا أقصد كلمة أنا بقولها يا فيصل أنا جاهز أنا بقولها بكل تواضع مش بمش أن ما كانش ينفع أقول دي ما أنت بتطلب مني كشعب كمواطن مطالب بس أنا وأنا بحقق لك المطالب دي باخد مصار ده المصار لا أقصد المصار ده أنت معي كمواطن مستعد تتحمل تكلفته تتحمل تبعاته تتحمل دقوده ولا لا هي دي القضية والحكاية في البلاد الظروفة الاقتصادية مش قوية وبالتالي السياق اللي أنا بكلم عليه عشان كده أقول لك إيه هل كان ممكن أأجل موضوع الطاقة لمدة عشر سنين وهنجي تقول لي أنت جاهز للسبقاء المستمرين أقول لك لا مستثمرين أقول لك لا أنت جاهز تعمل ربط كهربائي مع الدول للجوار أقول لك لا خلي بالك الربط الكهربائي هو عبارة عن ده التطور الكبير في الكهرباء في العالم العالم كله عايز يبقى شبكة واحدة عشان يبتدي تبادل الطاقة تبقى للظروف كل بلد واحتياجاتها طيب أنا عبقى جزء من المنظومة دي إزاي وأنا القطاع عدي متخلف جدا مش متخلف بس إن فيه احتياجات بواطن عايز يعيش ويتبسط إن فيه نور لا أنت عايز زولة تقوم الدولة مقتضاية حاجة تانية نرجع تاني للسياق إذن السياق اللي أنا بتكلم فيه هو سياق كل دولة تبقى نظروفها مع فرضية نجاح السياق ده ودي مسئولية مين حكمها